الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يقصون النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بتهمة معادتها للسامية التصويت جاء بعد نقاش حام اتهم خلاله الديمقراطيون الجمهوريين بالنفاق والعنصرية وبازدواجية المعايير لوجود أعضاء منهم استخدموا أيضا عبارات تعتبر معادية للسامية ولم يحاسبوا فيما ألقت عمر خطابا نفعيا عن نفسها البعض يرى أن سعي رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لإقصاء النائبة إلهان عمر من اللجنة خطوة رمزية تشير إلى أنه يفي بوعد انتخابي قطعه سابقا لطردها إذا فاز الجمهوريون بأغلبية مقاعد مجلس النواب وكان مكارثي أعلن تأمين عدد أصوات كافة لاستبعاد عمر وأكد بعد عزلها أنها لا يجب أن تكون عضوا في اللجنة بسبب تصريحاتها وأضاف أن الجمهوريين لا يقصونها عن باقي اللجان فيما يتعلق بالنائبة عمر ما قالته من التعليقات المعادية للسامية وأن الجيش في أمريكا يساوي حماس وطالبان وأنه في 11 سبتمبر حدث شيء ما في ذلك اليوم حتى الرئيس الديمقراطي السابق للجنة يعتقد أن تعليقاتها كانت خاطئة الديمقراطيون اتهموا سابقا الجمهوريين بأنهم يريدون رد الكيلي بمكيالين لطردهم عضوين جمهوريين عندما كانوا الأغلبية في المجلس معتبرين أن التحرك لطرد النائبين الديمقراطيين أدم شاف وإريكس والول من لجنة المخابرات إضافة إلى طرد عمر عملا انتقاميا سياسيا حسين الطوض العربية واشنطن شكرا